كورنس مدينة شريرة جدا أشار مدينة في أوروبا في الوقت ده لما كانوا يقولوا الواحد أنت شرير قوي قوي كانوا يقولوا أنت كورنسي والإباحية واحدة عايزيني ينعتوها يقولها أنت تتكرنسين أنت تشبهين أهل كورنس وكان فيه معبد لها أفروديت وإنك كده فمدينة شريرة حتى الخلفية جاءت المؤمنين جم وجابوا معاهم بعض الخلفيات فابتدى بطرس يعاني من اضطهاد اليهود وابتدى يعاني كمان حتى من المؤمنين المسيحيين اللي أمنوا بالمسيح يتكلموا عنه أقصد بولس بس فهو فكر يمشي وكمان المعسكر السياسي ابتدى يضطهده فهو سيلاقيها منين ولا منين ولا منين من المؤمنين المسيحيين ولا من اليهود ولا من الرومان اللي أبيض تهدوه ففكر يمشي فقال فظهر له الرب في أعمال 18 عدد تسعة ظهر له الرب برؤية في الليل وقال له لا تخف يا عالجمال يا عالجمال للخادم اللي بيخدم الرب والشيطان يجربه بإنه يزعجه فتيجي كلمة لا تخف تعطر بكيان تخلي المؤمن الخادم ينام يحط وسادة نعمة وينام تتكلم ولا تسقط تتكلم ولا تسقط لا تخافش تتكلم ولا تسقط ليه ليه ما خافش وهتكلم لأني أنا معك عايز إيه تاني لا يقع أحد تخلي حادتك لو قاله لا تتكلم ولا تسقط لأني هبعث لك شيك بخمسة مليون دولار ما تنفعش ما تكفىش هبعث لك آآآآآآآآآآآآآآآآآ پريق أعمل وكده ما تكفىش هبعت لك ناس throw aside لا تكفىش ما تخف طهّ من妳 بان تكلم لأني أنا معك يا عالججمال أنا معك بكل إمكانياتي بكل سلطاني بكل معجزاتي قالها مرة يعقوب رايح عند لبان لو تعرف لبان واللي حيامله فيك بس قال له وإيه وهأ أنا معك فقال له ما تخافش لأن أنا معك ولا يقع بك أحد ولا حد يقدر يجي جنبك زي لبان لما قال له في قدرة يدي قال لي يعقوب في قدرة يدي أن أصنع بك شر لو لأن إله أبائك ظهر لي البارحة وقال لي احترز أن تكلم يعقوب لا بخير ولا بشر خاف الرب مهيب رهيب مخيف فقال له ما حدش حيج جنبك ما تخافش وأنا ليا شعبي كثير طبعا أنت أتجيبهم يا رب لا أنا أجيبهم بس أنت أتجيبهم لي ديش تشجيع للتبشير والكرازة الرب يقدر يجيب من غير حتى مبشرين يجيب بس هو بيحب يشرف رجال الله الأفاضل المكرسين أنه يستخدمهم يجيبوه له النفوس ومكة سن ونص في كورنتوس وأسس كنيسة عديدة نعم